مرحبا احبائي كيف كنت اشتقتلكم كتير اليوم بطل حلقتنا البتنجان مين منا ما بيحب البتنجان وبيعشقوا كلاياتنا من حب البتنجان واكيد البتنجان بيدخل على بيتنا كل اسبوع فاليوم رح نعمل البتنجان بطريقة كتير حلي بس اول الشي اذا بعدكن ما اشتركتوا بالقناة انزلوا هلا لتحت لاسفل فيديو كبسوا اشتراك وفعلوا الجرس لو يصلكم مني كل جديد هون عندي الخلاط وهون عندي السكينة احبائي رح نبلش ندخل السكينة بقلب البتنجان لحتى نعمل فيها فتحات كتير صغيرة لتساعدنا هذه الفتحات انو نطهيها بطريقة كتير سريعة اليوم احبائي رح نستفيد من هيدا الفيديو بحلقتين الحلقة الاولى انو رح نقدر نعمل صحنة كتير طيب بالخلاط من ورا البتنجان وايضا احبائي رح نقدر نحصل على مي من البتنجان نفسه مي بتمنع انتشار الامراض الخطيرة بالجسم وبتمنع انتشار الاورام ايضا وايضا المي اللي رح نستخرجه رح تعمل على تنظيم افرازات الكوليسترول بالجسم عامة وايضا رح بطبيعة الحال يعني رح تحرق الدهون المشبع المؤدي لزيادة الوزن وايضا هيد المي اللي رح نستخرجه رح تكون متهر رائع رائع للمعدي اسناء عملية الهضم شو هالحكي جمانا مفهمنا شي تابعوني واكيد رح تشوفو كيف رح نشتغل بخطوات محددة هوني انا حطيت ورق الامينيوم فقط للحفاظ على نظافة الغاز هوني ببلشت طبعا بالشوي الشوي ما رح ياخد معي كتير وقت هتقولولي جمانا عم تعملين لنا متبل انه معقول ايه عم بعملكم متبل او بابا غنوج اه طبعا الكلمة الشهيرة او اه الاسم الشهير للبتنجان المشويل بابا غنوج هيدا هو الاسم الشهير اليوم رح نعملها بطريقة كتير مميزة وايضا لحتى نقدر الماي اللي بتنزل منا نحطها على جنب ونحتفظ فيها لنقدر ناخدها دواء كتير مهم لجسمنا يعني الهدف ممتاز اليوم كنز موجود ببيوتنا ونحنا مش عارفين انه معقول ماي او موجودة بالبتنجان تعمل هالعمل كله ايه اكيد فيكن شفتوا هون الماي اللي نزلت طبعا هم فقط حفاظا على الغاز عندي طبعا بعد شوية هلأ بشيل الورقة الالاميني مبرميها وبدال عند الغاز كتير نضيس يعني ما في خمس دقايق وبتكون عند البتنجان الجازي طبعا بفضل الا هيك الفتحات اللي انا عملتها اول شي بالسكين في ناس بتشيل البتنجان مباشرة بتحطو بالماء هيدا غلط لازم ينشال البتنجان ونحطو من دون ماء هني بيحطو بالماء كرمال طبعا او بيغسلو بالماء كرمال يشيلو طبعا الحروق الخارجية اللي صارت القشر الخارجية اللي احترقت بس هيدا غلط نحنا بدنا ناخد مية البتنجان كيف هلأ؟ هلأ رح نفتحها بهيدا الشكل وفيش خمس دقايق هلأ بتلاقوش إلا صار في ماء ماء غامق لونة هيها مثلا مثل الزيت وحتى انها تقيلة وبتلزق هايدي هي الماء اللي رح تمنع انتشار الامراض الخطيرة والأورام بالجسم والأورام بالجسم ورح تسهل طبعا على تنظيم إفرازات أنا قلتهم بس بدي أرجع كررهم أدمانهم كتير مهمين رح تسهل على تنظيم إفرازات الكاليسترال عامة بالجسام ورح تحرق الدهون المشبعة المؤدية لخسارة الوزان ورح هيدول كمان رح يكونوا متهر رائع للمعدة أثناء عملية الهضم أنا هيدول بحطهم بالبراد بحتفظ فيهم وكل يوم ملعة يعني مهمين كتير أنا بنصحكم طبعا تعملوا لأنه مش كل يوم منأكل بتنجان يعني ممكن بالأسبوع بالأسبوعين فهيدول منقدر نحتفظ فيهم تقريبا شي أسبوع عندنا بالبراد آآ إذا ما أكلنا بتنجان منقدر نعود بهيد الماء الموجودة عندنا آآ بالبراد فآآ ملعة تكفي صدقوني لحتى آآ تمنع هيدول القصص اللي قتلت لكم اليوم كلياتهم مهمة كتير كتير هيد الخطوات هون هلأ رح نباشر بهيد اول خطوة عملناها آآ انه احتفظنا بالمي شفتوا الطريقة طبعا المي بسرعة بتنزل لحالة ومنشيلها ومنحطها على جنب هلأ بلشنا بالطريقة الثانية يلي رح نشيلها ونحطها بالخلاط بس رح نقشرها كلياتها بهيدا الشكل طبعا في ناس آآ بفضلوا انه ما يعملوها بالخلاط بفضلوا انه يعملوها بمدقة التوم العديد اقوها دق مع التوم للآآ للباتنجين هيدا الموضوع اختياري او بالميكسر مسلا فطبعا هيدا موضوع اختياري فاليوم حبينا نعملها بالخلاط بتعطي هيك ملمس آآ كريمي وآآ تطلع كتير طيبة يعني كل المواد رح نحطهم كلياتهم مع بعضهم بقلب الخلاط شفتوا طريقة تنظيفها حتى كسير سهلة ما يعني ما بدأ الغلبي هلا رح نبرمه وبعد في عنا شوي صغيري هون ان شاء الله يا رب احباقي المعلومات اللي قدمتها اليوم داخل الفيديو تفيدكن تستفيدوا مننا انا دايما بحب دايما 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 بكل فيديو قدم فكرة وقدم طبخة ومعلومة تكون مهمة تفيد الكل يعني المحتوى هو منو محتوى طبخ آآ بحث يعني ولكن هو فكرة معلومة لحتى تفيد الكل مقابلة بالطبخة الصغيرة يعني تعودتوا علي هنحطها بهيدا الشكل احباقي هيدا رح نشيلهم ونرميه هون وهون عندي حطات ملح حطينا حصو مش حص كامل لانه عندي البتنجانة صغيرة حطينا نص آآ نص حصو او نص سنة التوم وعندي هون الحامض او الليمون كمان رح نعصرها بهيدا الشكل طيب كتير الحامض بقلبهم بالاضافة ايضا للملح والتوم والحامض رح ننزل لطحينة او زيت السمسم يلي رح يعطينا لون ورح يعطينا نكهة كتير كتير طيبة وايضا زيت الزيتون ما رح نكتر شوي صغيرة شي ملعتين كبار لانه اخر شي رح نرجع نحط زيت زيتون علي هون ازا بتحبوا من دون زيت نهائيا كمان فيكم تعملوهم من دون زيت نهائيا هلأ هون رح ندور الخلاط حطيتو بالكهرباء وبلش يشتغل متل ما شايفين يعني بنعملون كتير كتير مليح احباقي متل ما شايفين لحتى نحصل على مزيج كرامة طعمته بتشاهي واذا بتحبوا الحار فيكم تحطوا الحار مع الخليط هو عم ينخلط كله بقلب بعضه بس انا رح حط الحار هلأ وقت قدموا قدم الخليط بالصحن وهون يصاروا عندي جاهزين هلأ رح نزلهم بالصحن شفتوا مزيج كرامة عندي طبعا ازا بتكن تعملوا كمية كبيرة بتعملوا بتنجينتين او اكتر ازا كانت العائلة كبيرة وحابين تكتروا وهوني عندي الصحن صار جاهز هلأ رح نحط عليهم نعمة على اليابس بالاضافة لنعمة على اليابس رح حط الحار نبلش هيك نحط على الاطراف مثل الحمص مثل صحن الحمص وقت نعمله كمان نفس الشي هيك من زينه واكيد اخر الشي منحط عليهم زيت الزيتون يلي رح يعطي نكها وجمال وشكل كتير حلو ان شاء الله هيدا الفيديو احباقي يكون كتير حلو حبيتوه ما تنسوني من اللايك الكتير كتير كبير للفيديو والاشتراك بالقناة احباقي نزلوا هلأ لتحت لأسفل الفيديو تبسوا اشتراك وفعلوا الجرس وما تنسوا طبعا تعملوا الوشير ليستفيد الكل انا هلأ احباقي بدي ودعكم بحبكم كتير الى اللقاء واكيد هلأ رح احفظ بهيد المي اللي مثل الذهب